بهجة عيد مبادرة إنسانية تعزز جودة حياة الأفراد والمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاجتماعية بالدولة فقد نظمت مؤخرا بمنطقة القناة في أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية بهدف تحقيق أمنيات سبعة أطفال ممن يعانون من الأمراض المزمنة حيث أمضوا أوقات ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم واشتركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية في هذه الأيام المباركة إن شاء الله طبعا هذه وحدة من المبادرات ولازلنا إن شاء الله مستمرين في التعاون مع مؤسسة الإمارات للوصول إلى عدد أكبر من الأطفال شهدت الفعالية مشاركة 15 متطوعا من برنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات والذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل وضمان توفير تجربة متميزة وممتعة لا تنسى للأطفال وعائلاتهم دولنا نحن في مؤسسة الإمارات توفير الأمنيات لهذه الأطفال السبعة من خلال أيادي متطوعين 15 شخص متطوعين برنامج تكاتف هم اللي يديرون المكان هم اللي يديرون الحفل هم يديرون الحدث ويندمجون مع هذه الأطفال ويوفرون لهم هالأمنيات المقدمة من برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي كانت أمنيتي بي سي عشان ألعب فيه وأصمم ألعب للعب فيها وألعب أنا وأخواني وجميع العالم فيها واليوم تحققت أمنيتي مع مبادرة تحقيق أمنية تبث هذه المبادرات الأمل في نفوس الأطفال المرضى فهي تمنحهم فرصة الشعور بفرحة العيد مع أخوانهم وأفراد عائلاتهم وتزودهم بالشجاعة والقوة لمحاربة المرض ومواصلة مسيرة العلاج تطلعا إلى الشفاء والعودة إلى الحياة الطبيعية